دولتي مشاهدين نسيب حضرتكم مع موجز التسعة وننتقل ليندا تفضلية ليندا شكرا هدير التسعة بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر جهود دولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الأوكرانية الراهنة لحين عودتهم إلى مصر جاء ذلك خلال اجتماعيه مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مقرم واطمأن الرئيس السيسي على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا حيث طلع على حصر شامل بعدد وتوزيع من قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية وكذا المصريون العبرون إلى الدول المجاورة لأوكرانيا وجهود الحكومة لإعادتهم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزة المتخصصة في مجال أدب الطفل بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالديم وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال انطلقت تقافلة طبية بمنطقة المستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقد تم توقيع الكشف وصرف العلاج لمائة وتسع وأربعين حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء جميع الفحوص الطبية وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهدت قرية اللواء صبيح بالفرفرة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستمر أعمال القافلة لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بالمجان هذا وتضم القافلة أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الطبية في إطار جهود الدولة للوصول إلى المواطنين بالقرية النائية والمحافظات الحدودية وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان قررت أوكرانيا حظر جميع الوردات من روسيا التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل العملية العسكرية الروسية بوردات سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سبيري ديانكو إن هذه الخطوة من الممكن أن تكون نموذجا لشركاء بلادها الغربيين وحافزا على تشديد العقوبات على موسكو بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية انطلقت اليوم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ويحتدم التنافس بين 12 مرشحا في الانتخابات الرئاسية أبرزهم الرئيس إيمانوال ماكران الذي يسعى للفوز بالولاية الثانية له هذا وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكران ومنافسته الأبرز المرشحة ماغين لوبان هما الأوفر حظا للتأهل للجولة الثانية صوت البرلمان الباكستاني بالموافقة على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان وقال رئيس المجلس بالوكالة سردار أياز صادق إن 174 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن خان وأشار القائم بأعمال رئيس البرلمان الباكستاني إلى أن المجلس سيعقد جلسة يوم الاثنين لاختيار رئيس جديد للوزراء كان عمران خان قد حاول عرقلة اقتراح بحجب الثقة الأسبوع الماضي وحل مجلس النواب لكن المحكمة العليا في باكستان أمرت بضرورة إجراء التصويت أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت مورسن إجراء انتخابات عامة في الحادي والعشرين من مايو المقبل وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة مورسن أمام حزب العمال المعارض بعد تسع سنوات في السلطة أظهرت بيانات ماهد روبرت كاكل الأمراض المعادية في ألمانيا تسجيل خمسة وخمسين ألفا واربعمائة وإحدى وسبعين إصابة جديدة بفارس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى اثنين وعشرين مليون وستمائة وسبعة واربعين ألفا ومائة وسبعة وتسعين حالة وأشرت البيانات إلى تسجيل ست وثلاثين وفاة جديدة بالفارس لترتفع خصيلة الوفيات إلى مائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة عشرة حالة نهاية مجزة التسعينة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل